فادي شاب في السنة النهائية بالجامعة وهو غير ملتزم وله بعض التصرفات التي لا تليق بمسلم وتغضب الله ورسوله مرض والده في أحد الأيام فجاءت عمته الملتزمة التقية لتطمئن على شقيقها ثم أصر فادي على توصيلها حتى بيتها وبدلا من ركوب تكسي كما طلبت عمته أصر فادي على ركوب حافلة مزدحمة واستطاع أن يجلس عمته على كرسي بينما وقف أمامها بجانب فتاة محجبة جميلة وعلى وجهها كل علامات التقوى وفجأة كعادته اقترب منها ولمسها ومن مجرد أن لمسها وجد الفتاة وكأن صعيقة أصابتها حيث ارتعشت ونظرت إليه نظرة غاضبة لم يشاهد مثلها في حياته وقالت له بخوف وانكسار اتق الله ولأول مرة يشعر فادي بالذنب والندم حين قرأ في عيني الفتاة أن أحدا لم يلمسها من قبل فابتعد ووقف بجانب كرسي عمته التي شاهدت الموقف كاملا وهمست في أذنه لا بد أن تتوب وتترك ما أنت عليه فأنت لا تتحمل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل وبعد أن توقفت الحافلة بالقرب من بيت العم نزل فادي وعمته وفوجأ بالفتاة تنزل أيضا وتسرع الخطى ورأسها للأرض فبكى وقال لعمته وهما في طريقهما للبيت نظرة هذه الفتاة التقية ودموعها جعلتني أتوب إلى الله وأستغفره عن كل معصية وأقسم لك أنني لأول مرة أشعر بالإيمان يملأ قلبي لذلك دعوت الله بإخلاص وقلت له اللهم اجمعني بهذه الفتاة أو بمن مثلها في دينها بالحلال وكم أتمنى من الله أن يستجيب لدعائي ابتسمت عمته وقالت له يقول الله في قرآنه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول رسوله الكريم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله فأصلح قلبك واجعله خالصا لله يستجب لك وعندما تستعد للزواج تعال إلي وسأرشح لك من تحفظك وتعينك على تقوى الله عاد فادي إلى بيته وقد تاب عن كل معصية والتزم بطاعة الله وبدأ يدعو كل أمثاله للتوبة وبعد تخرجه عمل في وظيفة مرموقة وبعد عامين قرر الزواج فذهب إلى عمته لترشح له زوجة كما وعدته فرشحت له فتاة ذات خلق ودين وهي ابنة أعز جاراتها ففرح ووافق وبكل شوق ذهب ليراها عندما نظر إلى الفتاة سقط أرضا من المفاجأة لقد كانت نفس الفتاة التي لمسها بالحافلة ووجدها تقول له والدموع في عينيها هل وافقت علي؟ وعندما قال لها نعم قالت له وأنا موافقة ثم قالت له يوم الحافلة دعوت الله لك بالهداية وأنت تكون من نصيبي لأني منذ صغري وأنا أدعو الله ألا يلمسني إلا زوجي وكنت أتعجب من زيارة عمتك لنا كثيرا ونصيحتها لي بالتأني وعدم استعجال الزواج لقد كانت تحجزني لك كما قالت لي منذ قليل واستطاعت أن تحقق أمنيتنا معا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين رجل شقي لا يعرف في حياته سوى التنقل بين المقاهي والجلوس مع أصدقائه ليتحدث معهم عن أمور تافهة أو الخوض في أعراض الناس ولا يهتم بأذان المؤذن الذي يخبره بأن صلاة ستقام ورغم أن عمره اقترب من الأربعين إلا أنه لم يتزوج لعدم قدرته على تحمل المسئولية وفي أحد الأيام وأثناء جلوسه بالمقهى وجد رجلا كفيفا يجلس بجوار شاب كان الشاب قد وجد هذا الكفيف قد تعب وهو يمشي في الطريق فأخذه ليستريح بعض الوقت ثم يكمل طريقه وبعد قليل تركه الشاب ليشتري له بعض الطعام ولم يشعر الكفيف بمغادرة الشاب وإذا بالرجل الشقي يسمع الكفيف يتحدث إلى الشاب قائلا أشكرك يا أخي ونصيحتي لك ألا تضيع وقتك بالجلوس على المقاهي حتى لا يؤذيك الدخان ولا تلهيك عن صلاتك وعمل الخير فالأعمال قصيرة وعلينا الاستفادة من كل دقيقة في طاعة الله عز وجل غضب الرجل وظن أن الكفيف يبصر ويقصده هو بالكلام خاصة أنه لا أحد يجلس بجانبه وعندما قرر الكفيف مغادرة المكان وضع هذا الرجل الشقي قدمه في طريق الكفيف ليتأكد إن كان يبصر أم لا ولكن الكفيف سقط على البلاط وأصيب رأسه ونزف الدم منه وراح في غيبوبة فأسرع الجالسون بعلاج جرحه ثم أخذوه إلى المستشفى ولا يعلم أحد أن الرجل الشقي هو من أوقعه متعمدا وفي اليوم الثاني وأثناء جلوس الرجل الشقي بالمقهى أخبره صديقه أن الرجل الكفيف الذي سقط أمام المقهى بالأمس قد مات وأن له زوجة وطفلين أحدهما كفيف والآخر يبصر فنزل هذا الخبر على الرجل كالصاعقة ولأول مرة يشعر بأحد ويبكي وترك المقهى في حزن شديد توصل الرجل إلى عنوان بيت الكفيف وفي أحد الأيام أخذ مبلغا من المال وذهب إلى أسرة الكفيف وأثناء انتظاره زوجة الكفيف ليعطيها المبلغ سامع الإبن الكفيف يقول لأمه لا تحزن يا أمي فأبي في الجنة إن شاء الله فهو لم يفعل إلا كل خير طوال حياته وإن كان على مصروف البيت فقد حفظت بمساعدة أبي القرآن كاملا وسوف أحصل على مكافأة كبيرة هذا الأسبوع وسوف أعمل أي عمل أستطيع القيام به ولن تحتاجي لأحد بك الرجل وهو يستمع للطفل الذي لا يزيد عمره عن عشرة أعوام وأثناء ذلك جاءت الزوجة فغاساها الرجل وأعطاها المبلغ وقال لها هذا المبلغ كان لزوجك عندي من زمن وكنت مسافرا وعندما عدت وعلمت بموته حزنت كثيرا وها أنا أرد ما علي من دين وإن شاء الله سأتكفل بكم حتى وفاتي فلا تحملي همّا أخذت الزوجة المال لأنها كانت تحتاج إليه كثيرا ولم تهتم إن كان الرجل صادقا في كلامه أم أعطاها المبلغ كصدقة تغير الرجل تماما بعد هذا الموقف فأصبح يصلي كل الفروض في المسجد وبدأ يعتذر لكل من أخطأ في حقه وقضى كل أوقاته بين العمل وقراءة القرآن وما بين الحين والآخر كان يتصل بالزوجة ليقضي لها احتياجاتها وبعد ستة أشهر ذهب إليها وسلم على ولدها الأكبر ثم عرض عليها الزواج لتكون هي وطفلاها في رعايته وليكفر عن خطأه في حق زوجها الكفيف وظل يقنعها حتى استطاع ذلك ومنذ ذلك اليوم والرجل أصبح أبا للطفلين تماما وزوجا مخلصا لزوجته كل ما يسعده هو قضاء حوائجهم وإسعادهم وكم أصبحت حياته هو أيضا سعيدة خاصة عندما يحفظ جزءا من القرآن حتى أتم القرآن كاملا ودع الله أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه وتأخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا كان لأحد الأثرياء ابنتان الكبرى تساعد والدها في أعماله التجارية ومشغولة بالدنيا ومحبة لها بينما الصغرى وهي ألاء على خلق ودين وطاعة وحسن عبادة تحب عمل الخير ومساعدة المحتاجين وتمتاز بجمال لا مثيل له وفي أحد الأيام ربح والد الفتاتين مبلغا كبيرا من المال فأهدى لكل واحدة منهما مليون جنيه تتصرف فيه كما تشاء فاشترت الكبرى سيارة فاخرة بينما قررت ألاء بناء مسجد للمصلين وقاعة خاصة لدروس النساء وبعد بناء المسجد ذهبت لتراه بعد أن طلبت إخراج جميع العمال منه وبالصدفة كان عامل شاب داخل دورة مياه وعندما خرج دون أن يشعر به أحد شاهد ألاء وانبهر بجمالها ودخل قلبه حبها وعندما عاد للبيت أصابه مرض وضيق من كثرة الشوق والحب وظل طريح الفراش فخافت أخته عليه خاصة وأنه شقيقها الوحيد وعندما سألته عن سبب ألمه وحزنه أخبرها بألاء ابنة الثري وحبه لها وأنه إن لم يتزوجها فسوف يموت وطلب منها أن تذهب لهذه الفتاة التي ملكت قلبه وتخبرها بأن أخاها يريد خطبتها ولكنه يخاف من رفضها له بسبب ثرائها وأيضا لأن إيمانه ليس بالإيمان القوي عطفت الأخت على أخيها وخافت عليه وذهبت إلى ابنة الثري واليأس يملأها ودخلت عليها وهي تدعو الله أن يهيئ لها الأسباب ليبقى شقيقها على قيد الحياة وفوجئت بحسن استقبال الفتاة لها مما جعلها تطمئن وتبلغها رسالة أخيها فقالت ألاء لها عليه أن يقوم الليلة أربعين ليلة وبعد ذلك نتحدث في الأمر رجعت الأخت فريحة للبيت وأخبرت أخاها بطلب الفتاة ففرح كثيرا وقال لأخته سأبدأ القيام من هذه الليلة قام الشاب أول ليلة وصلى ولكن فكره وعقله كان مع جمال وحسن ألاء وفي الليلة الثانية والثالثة كان فكره وقلبه بنفس الحالة ومع الليلة الرابعة بدأ يقترب من الله ثم زاد قربه أكثر فأكثر حتى أكمل الأربعين ليلة ودخل قلبه حبا آخر أعمق وأقوى وهو حب الله عز وجل ولهفة لقائه كل ليلة وبعد أن أنهى الأربعين ليلة أرسل أخته برسالة إلى الفتاة وعندما ذهبت أخته قالت لها أخي يشكرك كثيرا لأنك كنت سببا في تغيره للأفضل فقد تغير حاله تماما وأصبح يحب الله تعالى فوق كل شيء ولم يعد همه الأكبر إلا إرضاء الله عز وجل وسوف يرضى بقرارك أيا كان فرحت ألاء كثيرا وقالت للأخت أوافق على الزواج منه بشرط أن يكون مهري هو حفظه للقرآن كامنا لم تصدق الأخت ما سمعته وكادت أن تطير من السعادة وعادت وأخبرت أخاها بشرط الفتاة فقال لها الحمد لله خلال الأربعين يوما حفظت أربعة أجزاء كنت أقيم الليلة بها وكنت قد عاهدت الله أن أتم حفظ القرآن كاملا وطلبت من الله أن يساعدني في ذلك وسأستمر في حفظي للوفاء بعهدي لله أولا وبعد أقل من عام أتم الشاب حفظه للقرآن كاملا وتقدم في مسابقة وأصبح مسؤولا عن مسجد شهير بالمدينة وبعدها ذهب مع أخته للفتاة التي فرحت كثيرا بالإنجاز الذي حققه ووافقت على الزواج وهي في غاية الرضا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شكرا